قدسك قبل التصوير كنت حكيت لنا وحكيت لي قصة ليه علاقة بتخلص من النمل خليني بقى نحكيها للناس وقللهم يعني ايه تخلص من النمل عشان يحيى زواجك تخلص من النمل تأمل جميل لسيدنا المحبوب الأنبى مخايل الأسكو في العالم قالوا عن التربية للأبناء تعالوا نطبقوا على الأزواج النمل مشكلة في بيوتنا بذات في الصيف بيوتها وغل وانتشر وكده وياكل الخشب وياكل كل حاجة زي ما النمل بيأكل البيت فيه نمل تاني بيأكل الحاجة زوجي ويقضي عليها ويموتها نمل نون نقد نون نقد الزوج الناقد لا يمكن زواجك يحيى هتلاقي دايما زواجك ده متعسر وصاقط وميت الزوج الناقد يعني صليب وكاس وثقل والزوجة النقدة اللي طول الوقت تكسف مأديفه طول الوقت هو يكسف مأديفها يعني ناقد يعني يدخل كده مكان عينه طلقت الوحشة بس اه ما بيقولش كلام حلو قبل مش عاكبه حاجة يعني ما بيشوفش الحلو ايه واقعك في شكلي يقولها الحزام معوك طب ما بص على الحاجات الكويسة ما يقولهاش هو تربى على انه يشوف الوحش بس طبعا دو يعني ليه أزى جامد على اللي حواليه لأن اللي حواليه طول الوقت بيقوا حسين بالزمن وطول الوقت قاعدين في موقف المدافع عن نفسهم وده إرهاق عصبي جدا على الزوجة والأولاد الزوج الناقد دو مشكلة والزوجة الناقد دو مشكلة ما تكونش شريك الحياة الناقد تمام بص لنفسك لما تروح تعترف عايز تسمع ايه من أبا اعترفك يعني لما تدخل تعترف تقول لي مثلا أنا شتمت تخيل كده أنا أبونا يقول انت مش عايف ان الشتمين دو مش تخلش السماء انت مساء الجهنم انت داخل النار لو أبونا قال لي كده هبقى حابة بوحي اعترف تاني لا طبعا طيب لما أبونا يقول لي اصلا انت طول عمر كده اصلا انت تفضل كده انت عايزش وتموت كده اصلا انت ابن الهلاك الابن الهلاك الهلاك يوضع أنا أبا عايزة بوحي اعترف تاني نا طبعا احنا بنعمل كده في بعض ما قولوا من ساعة ما شفتك ما شفتش معاك يوم عدل انت دايما كده بتعمل معاك كده انت دايماً طول عمك بتعملي كده نقد 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 ده عكس التشجيع تماماً نون نقد ميم مقارنة لو عايز تقتل بني آدم قارنه بحد تاني الواقع ان احنا مختلفين تماماً ومميزين جداً كل واحد فينا لي بصمة صوت مختلفة كل واحد فينا لي بصمات سابعه ايديه ورجله العشرة في ايديه وعشرة في رجله بصمات مميزة الصواني الأوزن ده ده بصمة فيش اتنين ودهنهم زي بعض الشفايفنا ليها بصمة بتتاخد بجهاز اديه ان ايه بتاعنا بصمة مفيش اتنين فينا زي بعض ده واقع ده كلام مثبت يبقى مفعش تقارنني بحد الموز أحلى ولا الجوافة ولا ده العقب ده يعني انا بحب ده وبحب ده مفعش تقارن زوجتك بامرأة تانية واي مديح لامرأة في وجود أخرى زم لها مفعش تقول فلانا مش تقولها فلانا أطبخها أحسن منك أحسن منك ده جريمة يعني لأ انت مفعش تقولها هو مين بتبخها أحسن يعني دي حاجة ودي حاجة مفعش تقارن بحد المقارنات موجعة بذات لو بتقارن زوجتك بولدتك أو بأختك أو بتقارن جوزك بأخوك أو أبوك أو جوز واحدة صاحبتك أو جوز بنت خالتك مفعش نتقارن بحد طب أنا مش حلو زيهم شجعوني أبقى حلو نون نقط ميم مقارنة لام لوم لوم طول الوقت لوم طول الوقت لوم أنت ما جيتش أنت ما عملتش أنت ما جبتش أنت مش مهتم طول الوقت لوم حياة صعبة قوي وحياة ينقصها الفرحة والأمان والاحترام يعني أعتقد أنه كل كل اتنين لما يشوفوا بعض يقابلوا بعض باللوم والعتاب طول الوقت يعني العتاب ده واللوم ممكن يكون لي وقت معين بعد موقف معين مقبول إنما مش متخيلة حياة اتنين طول الوقت بينهم لوم وعتاب وكأنهم اتفردوا على بعض نمل بقى بيأكل العلاقة بقى من جوة تبص لي فجأة البيت وقع في حاجة خطيرة كمان نحن دلوقتي بنطالب دايما بالأكتف تايم بأننا نقضي مع وقت مع بعض وقت سمين طب لما نقعد مع بعض وانت زوج النمل مالي حياتك الزوجية يبقى قاعدنا مع بعض بس الوقت راح في نقط ومقارنة ولوم يبقى يتك ما قاعدت معي عشان كده نقول النمل يأكل الوقت السمين عشان كده حتى لو قرروا إنه هم مثلا يخرجوا خروج أو يسفروا بيرجعهم السفرية برضو زعلانية لأنه نفس الروتين اللي بيعملوه وهم عادين في بيتهم هم هو اللي عملوه برة ورجعوا زي ما راحوا زي ما جم النمل يأكل الوقت السمين النمل بيأكل أساسات البيت إبعد عن دول هتلاقي يحيي الزوج